شأن ذي صلة حيث قال رئيس حزب ميرس المتحالف مع جيشر والعمل لنيتسان هوروفيتش في مقابلة حصرية للتلفزيون I24 News قال أن وجود شريك في عملية السلام منوط بالجلوس معا على طاولة المفاوضات وأيضا بالتوصل إلى حل يرضي الجانبين القيادة الفلسطينية متحمسة بشأن تجديد عملية السلام مع وجود خلافات بيننا لكن الطريقة الصحيحة للتسوياتها هي الجلوس معا على نفس الطاولة وإلقاء نظرة على الخرائط والتوصل إلى اتفاق يرد الجانبين بطبع عندما تفرد عليهم فكرة تضم جميع المستوطنات بالاستثناء فسيرفضونها بدون نقاش بينما إذا تعملت مع الطرف الآخر بشكل عادل وحوار مفتوح فأني أعتقد حقا أننا سنحصل على شريك كما وحذر هوروفيتش من مغبة قرار ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب ما من شأنه تقويد العلاقات الاستراتيجية مع المملكة الأردنية إذا نجحنا في تشكيل حكومة مع زعيم تحالف كحولفان بن جانس فسنستميله إلى نهجنا وهو المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين وتفادي قرار الضم الأحادي الجانب من الواضح أن مشروع الضم أحادي الجانب لغور الأردن سيدمر علاقاتنا مع الأردن وهذا ما أضحه الأردنيون سابقا علاقاتنا مع الأردن مهمة جدا إذ أنه حليف استراتيجي لإسرائيل في سياق الانتقابات الإسرائيلية أيضا أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة أي 24 نيوز أن 50% من الإسرائيليين المستطلع أراؤهم أبدوا رغبتهم في مشاركة المتنافسين على رئاسة الوزراء في مناظرة تلفزيونية فيما أبدأ 13% منهم رفضهم لهكذا مناظرة